السلام عليكم رحمة الله وبركاته. حبيب قلبي يا رب تكونوا بخير وفي احسن حالي. شوفوا بقى الحركة دي. سوفيني البسكوت ده. وصل لوكوا السوط الجميل ده. ده البسكوت اللي بالسيم سيم تمام طبعا انا ما بجاري الفيديو ما مش مش بينفع بقى اعوديكو الصوت والدوق الكلام ده فاجتني الفكرة ان انا ايه باكو البسكوتة كده فاقلت ايه عشان يسمعوا صوت البسكوتة طيب انا الوقت ايه هقول لكم لما قدر البسكوت دلوقتي البطاطس دي هاشويها اسمها ايه اسمها هي البطاطس ما شويه الله بنسى اسمع ما علينا عشان تبقى مقرمشة انا غسلت بطاطس حوالي تات اربعة بطاطسات اه وقطعتوهم بشروهم تمام حطيت عليهم آم لمونتين معصورين ملح وفلفل زعتر شوية بابريكا معلقة نيشا تمام حبيب قلبي بعد كده حطيتهم فسج وحطيت عليهم معلقتين زيززاتون على نار عالية في الفرن حوالي أعلى حاجة اللي هو 220 أو 240 هيتشوي بقى ويبقى جميلة كده ومقرمشة متاخدش وقت على فكرة كل ما بتعلو عليها الفرن متاخدش وقت بتطلع بقى مقرمشة وجميلة كده وحلوة طبعا اللي عايز يحط خل بدل الليمون يحط اللي عايز بودر التوم يحط لأي حاجة انتم عايزين حطوه حطوه أنا حطيت الليمون عشان تبقى ميزة زا كده والنشا طبعا بيخلها مقرمشة وتبقى جميلة كده طيب بنسبة حبيب قلبي اللي ستت الأمراية الفلاية العسلياية اللي سألتني مبارح بالليل وقالتلي حط المنديلة منديلة يا ست الحاجة حط المقادير في صندوق الوصف طبعا أنا قلت بنتي انتم عارفين ان بنتي يعني صادقة الزحلفة بتكسل ان هي تحط المقادير في صندوق الوصف بس بإذن الله خلاص ربنا يسر الأمر وانا هحط كل حاجة في صندوق الوصف حتى ممكن انا ذات نفسة خش في صندوق الوصف ليه بقى لان هي بتكسل تحط المقادير وكده تمام حبيب قلب وانتوا عارفين طبعا الغاية دلوقتي هي اللي بتنزل الفيديوهات هي الغاية دلوقتي هي اللي مسيطرة علي مسيطرة علي وصوها علي يا جماعة ربنا يخليكم هي بتسمع كلامكم طيب انا طبعا زا ما انتم شايفين كده ايه باخسل الموعين اللي ما بتخلص تمام 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 هنعمل ايه اكل ايه هنعمل اه هنعمل عارفين اجنحت الفراخ اللي هي تشيكن وينجز وينجز يا باشا ويشترك في القناة يا عسل هنعملها تمام هنعمل ايه هنخسل احنا انا غسلاها غسلاها باللفة وبالصابونة غسلاها مخليها زي الفل انا الفراخ يا جماعة بافضل اخسلها 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 لحد ما بتصحى وتقول لي حرام عليك ارحميني طبعا بخسلها بالضيق والملح واللمون وكل الكلام اللي انتوا عارفينه ده تمام وبنشفها كويس طبعا تستفى الاول بعدين تتنشف بمناديل مطبخ تمام حبايب قلبي وبامسك اللهم وصلي وسلم عليك يا سيدنا النبي بجيب ايه بجيب ايه بجيب ايه على اتنين على جزئين وبقطع الحتة الرفيعة اللي في الاخر دي انا اخليها لكم جناحين سلام تمام بقطع الحتة اللي هي ملهاش لازمة دي صغيرة ممكن ارميها وممكن لو كتير احاوشهم واصلقهم واخد منهم شوية مرأة يعني على حسب يعني تمام هي ملهاش لازمة اصلا لو نزيت في زيت هتلاقوها ناشفة ملهاش ولا فيها حاجة تتاكل يعني تمام حبيب قلبي بقسم الجناح على اتنين كده زب انتوا شايفين حبيبي انا خليت الجناحين ده لهم عشان ايه اوريها لحضراتكم يعني وانا بقطع تمام هي سهلة طبعا نفهاش مشاكل بس السكينة اللي معي هي اللي تلمى اه طبعا انا ايه برضو مناشف بفوة المطبخ اللي هي المناديل المطبخ دي وبعدين هاجيب ايه حبيب قلبي مالح وفلفل ارش عليها شوية بابريكا وشوية توم بودرة وشوية بصل بودرة هرشاشهم على الفراغ دي يعني ايه تتابل كده تمام بوركه طبعا البطاطس طبعا انا بقلبها كده حبيب قلبي عشان ايه انا حطها طبعا من تحت خالص على السجل اللي من تحت خالص دي عشان ايه تتحمر كده وتنشف وتستوي بسرعة تمام لانها طبعا تخينة اه فلازم ايه نقلبها طبعا سخنة متعملوش الحركة اللي انا بعملها دي انا ايه دي من كتر ما وقفتي في المطبخ اتعودت على السخنية فما تلاسوع مش مشكلة يعني ما بحسش اه فانتو لا اعملوا وقلبوا باي حاجة عشان انتو متتلصوش تمام حبيب قلبي تمام اه ايه اللهم اصلي واسلم عليك سيدنا طبعا انا جايبها الزنجبيل وتوم البودرة والبصل البودرة والتوابل واذا ما قلتلك كده برش عليها ايه الكلام ده اعمام عندكو اختيارين اه انتو لما تيجوا تقلوا ايه الجناحات دهية يا تجيبوا اه دقيق ونشا والنفس التوابل اللي انتو بتحطوها دي اللي انا بحطاهم اللي هو التوم البودرة والبصل البودرة والزنجبيل والملح والفلفل اه 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 طبعا انا هتتبلوا الديق والنشا بالكلام ده هتحطوا كم هتحطوا حوالي اه اربع مالاق دقيق ومالاقتين نشا تمام وهتتبلوها بالتوابل دي تمام حبيب قلبي طيب في حالة اه وهتغمزوها في البتاع ده في الدقيق والنشا وبعدين هتنزلوها على مية سقعة او مية عادية من الحنفية وبعدين هترجاعوا تاني تقدوم المية تحطوها في الديق والنشا والكلام ده وبعدين ترجاعوا تاني تحطوها في الماء وبعدين تحطوها في الزيت عندكو دي طريقة والطريقة التانية ان انتو تحطو نص كباية زي ما انا بحط كده نص كباية مية على اربع معالق دقيق على معلقتين نشا على نفس التوابل اللي حطناها على الفراخ اللي هي بابركة ملح وفلفل توم بودرة بصل بودرة زنجبيل بودرة تمام يا ده يا ده اللي انتو بقى يريحكم واللي تحبوه اعملوه تمام في حاجة تانية بعد كده احنا بنسخن الزيت تمام وبنيجي نقلي الفراخ دي الاولة ديني بعمل العجينة بتاعتها يعني انتو براحتكم عايزين تعملوا العجينة دي عاملوا عايزين تعملوا الوصف الطريقة اللي لقيت لكم عليها قبل كده اعملوها براحتكم طبعا يا حباب قلبي انا دلوقتي قلنا عملت طبعا العجينة اللي هو ايه نص كباية مية عليها اه اربع معلق دقيق ومعلقة النشا ونص معلقة توم بودرة ونص معلقة بصل بودرة ونص معلقة بابريكا نص معلقة زنجبيل ملح وفلفل وعملت العجينة وسط خفيفة لا هي دخنة ولا هي ايه ولا هي خفيفة وسط كده الزيت طبعا كان سخن وبصفيه كويس من الزيادات وبقلي الفراغ بتاعتي تمام حباب قلبي بس بها كده تلبق لونها ده بفاتح اقلبها عن ناحية تانية وبعدين اشيلها باشيلها بنستلحها على منادي المطبخ تصفى من الزيت بعد ما خلص الكمية كلها والزيت يبرد برجع سخن الزيت تاني وقليها مرة تانية ليه عشان تبقى جرزبي تمام حباب قلبي؟ تمام اه طيب نقول بقى البسكوت هو مقاديره ايه؟ بسكوت السمسم اللي انت حضرتكم سألتونه عليهم بارة كان عبارة عن ثلاث كبيات من الدقيق وكباية الا ربع سكر واللهما صلي وسلم عليك سيدنا النبي اه بيضة وكس فانيليا ورشة ملح ونص معلقة بيكين بودر معلقة الشاي نص معلقة بيكين بودر مش مليان عشان هنمش عايزينه تنفخ احنا عايزينه بس ايه بعمهو شوي بستة طبعا ونص كباية زبدة ممكن بدل الزبدة سمنة اه وربع كباية زيت ربع كباية زيت ونص كباية زبدة او سمنة اللي انتو تحبوه تمام بنحط طبعا حباب قلبي السكر مع الزبدة مع الزيت وبنقلبه كويس بعد ما بيفك شوي بنحط البيضة ونحط الفانيليا بعد كده حباب قلبي بننزل بالايه بالتلاث كبيات دقيق اللي هم عليهم رشة الملح وعليهم ايه اه نص معلقة البيكين بودر اللي هي معلقة الشاي بس بنعجن يعني باللم العجينة كده في قلب بعضها وبنحط لها حوالي كباية معلقتين مية ما تحطوش لبن اللبن هيطر احنا مش عايزينها طرية يعني احنا عايزينها تبقى مقرمشة اقل عايزينها طرية في ايدينا لكن عايزينها يعني لما تخش الفرن تطلع مقرمشة فانت لو حطيتي معلقتين لبن هتطريها انا هنحط بس معلقتين ما تبقى طرية وكمان ليه تبقى طرية يعني لا طرية ولا هناشفة على اساس لما تفرشي السمسم ما عليه عليه شوية سكر سكر ابيض او سكر بني اللي عنده حضرتك يعني وتروح انت غامزة الباسكوت مبططة زي ما انت شفت كده عليه يتعامل بالسمسم والسكر من ناحيتين وبتخبزي على فرن بيكون مستخن قبل كده مدة 15 دقيقة بالتبعي من 10 دقيقة ل 15 دقيقة بالتبعي بيبقى مقرمش مع حضرتك وجميل فالباسكوت ده سهل جدا وبسيط وحالو كأنك بتاكل بقسمات كده حالو يعني بس بسكر يعني تعمو حالو بجد فان شاء الله هيعجبكم تمام حبيب قلبي وان شاء الله باذن الله لما انا بقى الست وفاق ربنا يهديها علي وتزبط للدنيا في القناة انا بقى هعمل حاجتي بنفسي وهنزلكو المقادير في صندوق الوصف تمام حبيب قلبي تمام دلوقتي بقى انا ايه اه طبعا قليت او لسه بقى اللي فيه شوية اهو هخلص قليته وهارجع يكون الزيت برد كده انا خلصت الكمية كلها هيبرد بس الزيت كده ثواني وهارجع قليه تاني مرة تاني ليه بقى ليه مرة تانية ويطلع بقى احمر كده دهبي غامي علشان يبقى يفضل مقرمش حتى لو قعد ساعتين ثلاثة اربعة يفضل مقرمش طبعا الموضوع ده انتم عارفينه البطاطس بتتعامل كده احيانا في ناس بتجي تقل البطاطس وسيبها في قلب الزيت وتدفع عليها ساعة الاكل بتروح مولاعة عليها تطلع كرزبي كده طيب انا بعمل ايه هنا انا سيحت مكعبين زبدة زي ما انتم شايفين وحطيت هوت سوس اللي هو السوس الحار وحطيت فلفل اسود وشوية زنجبيل بودرة وشوية توم بودرة طبعا لو عايزت يحط توم فرش يحط بس انا ما بحبش موضوع التوم الفرش لانه ببقى كتير يعني ايه زعق اوي ومعلقة خل تمام اه طبعا اللي انتو تحبوا السوس التاني اللي انا هعمله هيبقى عليه اه اللهم اصلي عليك سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام هيبقى عليه اه توم بودرة برضو وزنجبيل بودرة وفلفل اسود و اه سيا سوس تمام ومعلقة عسل في ناس بتحط عسل وسكر انا مش شايفة ان السكر مهم اوي طبعا ده السوس اللي هو الحرق تمام حباب قلبي اه هنا بقى بحط زنجبيل بودرة وتوم بودرة وصوية سوس طبعا السوس السوس ما تحطوش ملح السوية دي حدقة جدا وقادي معلقة عسل اه وكمان احط معلقة خل تمام التاني بقى حط في ناس بتحب تأكل الفراغ دي بال اللهم وصلي واسلم عليك سيدنا النبي اسمه ايه ده البربيكيو بس بتحب تأكله بالبربيكيو طبعا انا حباب قلبي انا بقى لل بقى للفراغ تاني مرة علشان تبقى كريسبي انا بجيب الطبق اه بحط الطبق انا بسخن الزيت شوية يا رب سترك انت الكريم اه زيت سخنة ها تدري بحط الايه بنزل الفراخت مرة تانية المرة التانية دي حبيب قلبي عشان الفراخت تبقى كريسبي تمام المرة دي بقى هتنشف مشها يعني هتبقى نشفة كويس يعني تمام اه تبقى مقرمشها كده اه النهاردة في قصة ايه انا نسيتك قصة قصة مين بسم الله الرحمن الرحيم انا كنت فكرة الاسم انا نسيته ولا ايه قصة سناء سناء يا حبيب قلبي كانت ستة ارملة كانت صغيرة كان عندها 34 سنة كان معها ولد وجوزها توفها الله وكان اهلها ابوها واخواتها عايشين في قرية من كرة مصر لكن هي كانت عايشة في القاهرة ذات نفسها وبعدين لما جوزها توفها الله طبعا كان جوزها يعني ايه عامل بسيط رجل على قده يعني فابتدت ان هي تشتغل واشتغلت في مصنع بلاستيك يعني شغلانها على قدها كده وطبعا القصة دي قديمة شوية يعني وفي نفس الوقت كان طبعا المرتب بتاعها في مصنع البلاستيك ده مرتب قليل جدا فاضطرت ان هي تجيب الحاجات اللي هي بتعت التجميل زي ايفن وقرفلام والكلام ده لناس بتعرفها يعني وابتدت ان هي حبيب قلبي تجيب المنتجات دي تباحة لجران اللي حواليها يعني مثلا روايح العطور شوية مكياجات يعني بالطلب تجيب الحاجات البسيطة دي وتبتدت توري مثلا الكتاب او الكتيب اللي بيبقى فيه الصور وفيه المنتجات والبتاع دي تفرجوا لجرانها جرانها مثلا وعزين دي وعزين دي وعزين دي تاخد بعضها وتنزل تجيب حبيب قلبي الطلبات دي توقيت وزحها لجرانها وحبيبها وربنا ايه بيكرمها بارشين يعني هما مش كتير بس هي حاجة نواية تسند الزير خاصة انها معها طفل وطبعا مسؤولة بإيجار وأكل والشرب والكلام ده المهمة حبايا بقلبي وكان في الفترة دي تليها جارة شابة صغيرة تقريبا من سنها الشابة الصغيرة دي كانت ملتزمة وكانت يعني بترتدي الحجاب او اكتر من الحجاب شوية يعني وكانت متجاوزة واحد الواحد ده اكبر منها بحوالي 16 سنة يعني جارتها دي كان شابة صغيرة وجوزها كان اكبر منها ونخلي فقاله بقى بتاع حوالي 3-4-5-6 بنات عمالة بقى يعني هي شابة صغيرة وعم كل شو عمالة تخلف المامو حبيب قال بقى انا بقى عامل ايه انا طبعا الفراخ المشوئ التقالت بقى كل حتتين بقى بحط يعني مثلا ايه اعملت طبعا انا السوسات مختلفة اعملت حاجة بالبربيكيو بس وعملت حاجة تانية بال بالله ما صلي عليك يا سيدنا النبي بالزبدة والهوت سوس السوس الحار ومعلقة خل وتوم بودرة وزنجبيل تمام اه التاني عملت بالصياسوس زي ما قلتلكوا قبل كده وعسل وتوم بودرة وزنجبيل بودرة وفي الفلسوت تمام اللي عايز ياكل ده ياكل ده واللي عايز ياكل ده يعني ايه التلات حاجات مختلفين عن بعض في الناس بتحب البربكيو بس تاكل الفراخ دي بالبربكيو بس ويه اصلا متبلة من قبل ما تتقلي ومحتوطة كمان في الخليط اللي هات حطت فيه فيعني ايه مش محتاجة انها طوابل او اي حاجة تمام المهم اه كانت اه الصحبة على الست ديات اللي هي الشابة الصغيرة المتجوزة دي الصحبة عليها صحبتنا دي بطلة القصة النهاردة الصحبة عليها وبقت ايه تطلب منها بقى روايح وتطلب منها حاجات وتطلب منها مش عارفة ايه اه بس فالمهم جات في يوم صحبتنا ديات سفرت بلدها اه يعني تقعد يومين ثلاثة مع اهلها كانت في اجازة المدارس كان ابنها في تاني ابتدائي او في تلتة ابتدائي ففي اجازة المدارس سفرت اه تقعد يومين ثلاثة مع اهلها وهناك في البلد اه تعرفت اه طبعا حباب قلبي الفيديو بتاع قربي اخلص مش هانسه يروح اه يروح قلبي يا حبايبي يا كاتاكيتي يا اتاتيتي يا باتاتيتي بتشتركوا في القناة وتعملوا الفيديو لايك وكل يوم زي ما بقول لكم كده كل يوم كل يوم كل يوم اكيد انتوا زهقتوا من الاشتراك في القناة وان انتوا بتعملوا الفيديو لايك بس انا هعمل ايه اعمل ايه انا ما عنديش غير كده ربنا يخليكوا ليه وما يحرمنيش منكم يا رب اه المهم اه راحت البلد راحت بلدها قعدت ومين ثلاثة عند اهلها طبعا انا كالعادة بدور على اي حتة اقف فيها انا مش عارفة انت مقف مكاني وانا ليه محيارة نفسي انا غريبة ما بتعلمش يا سلام مش عارفة جيب الطبق يمين ولا شمال ولا انا حولانا 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 ايه كويس 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 حلو يا ست خلاص سلام عليكم ورحمة الله وبركاته